هذه أبرز العنوينة وليد الرجرغي يفتح باب المنتخب المغربية أمام موهبة جديدة للإلتحاق من الأسود سراع كبير بين إبراهيم دياز وصفيان راحيمي على الجائزة الكرة الذهبية فمن الأشدر أن يستحق الضفر بها المغربي يوصف العربي يتألق مع فريقه الجديد ويسجل في الدورية الأوروبي النجمة المغربية الأولمبي زكريا الوحدي يكشف عن رغبته في الانتقال إلى صفوف هذا الفريق الأوروبي الجديد والرحيل عن نادي شينك قبل ما نبدأ ما تنساش تشارك معنا في القناة وتفعل جل الجرس باش وصلك دائما أخبار المغرب أكدت المصادر المطلعة أن المدرب الوطني وليد الريقراقي يعتزم منح النعب الشاب خليل فيادة فرصة لانضمامه إلى صفوف المنتخب المغربي الأول يأتي هذا القرار بعد أن قرر فيادة الذي يلعب حاليا مع نادي مونوبول الفرنسي تمتيل منتخب بلده الأم المغرب وتغيير جنسيته الريادية من فرنسيا إلى مغربية من المتوقع أن يتم استدعاء فياد للمشارك في التربص المنتخب المغربي المقبل الذي سيقام خلال شهر شوتنبر استعدادا لمواجهتي القابون وليسوثو في طريق تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 التي تصدفها المملكة المغربية يذكر أن وليد الريقراقي يعتزم أيضا ضم عدد من اللاعبين الذين تألقوا مع المنتخب المغربي الأولمبي في أولمبيا باريس 2024 وذلك بهدف دخل ماء جديدة في صفوف الفريق الوطني الأول بهذا الشكل يبدو أن خليل فياد بات قريبا من تحقيق حلمه باللعب بقميس المنتخب المغربي خاصة بعض المسويات المميزة التي قدمها مع نديه مونوبولي الفرنسي خلال الموسم الماضي سيعرف التنافس على الجائزة الكرة الدهبية الإفريقية لعام 2024 والتي يمنحها الاتحاض الإفريقي لكرة القدم لأحصن لاعب في القيرة الصمراء وذلك للتألق المدهل للعبين المرشحين بما فيه المغرب حسب موقع الكرة العربي فالقائمة التي ستنافس على جائزة أفضل لاعب إفريقي تعرف تواجد مغربيين بقوة حيث يحضر فيها خمس لاعبين مغاربة وذلك ضمن اللائحة الأولية التي يتواجد فيها عشرة لاعبين من بين هؤلاء هزع إبراهيم ديازة مهاجم ريال مدريد الإسباني وصفيا رحيمي لاعب العين الإماراتي أيوب الكعبي هدف نديون بيكوس اليوناني ثم عشرف حكيمي لعب باريسان جرمان الفرنسي وياسين بونو حارس الهلال السعودية ويبقى الأبرز لهذه الجائزة كل من سوفيا رحيمي وإبراهيم ديازة حيث تألق مع فريقهما في دورية الأوروبية حيث فاز إبراهيم ديازة بكأس سوبر الإسباني وكأس الدور الإسباني بإضافة إلى دور أبطال أوروبا ودور المؤتمر الأوروبي لكن صفيا رحيمي بدورها حاز على العديد من الألقاب من أبرزها دور أبطال أسيا ويفوز بالميدالية البرونزية مع المنتخب الأونمبي في أونمبيا لباريس الأخيرة على وعلى ذلك حصده العديد من الألقاب الفردية أبرزها هدف في البطولة التي شارك فيها واختياره من أفضل اللاعبين الواعيدين الأجانب في الدورية الإماراتي نجح الدولي المغربي يوسف العربي في تسجيل هدف مع فريقه أبو القبرصي يوم أمس الخميس في مباراة ريغاس فوتبالا في الذهاب الإقسائيات الدور التمهيدي لكرة القدم والتي انتهت بهزيمة فريقه بهدفين لهدف واحدة تمكن يوسف العربي من تسجيل هدف التقليص الفريق ليحسل يساهم في الإبقاء على أمل أبويل في التأهل إلى الدور المجموعات اليوروباليكا وكان نادي أبويل القبرصي قد تعاقد مع اللاعب المغربي يوسف العربي خلال المركات الصيفية الجاري في انتقال الحرب بعد انتهاء عقده مع نادي أولمبياكوس اليونانية وضم النادي القبرصي اللاعب المغربي يوسف العربي إلى صفوفها من أجل تعزيز خط الهجوم بدماء جديد حيث سيرتدي العربي قميس رقم 9 يشار إلى أن فريق أبويل يعتبر النادي الأكثر شعبية في قبرص حيث يبلغ إجمال عدد البطولات الوطنية المتوج بها 29 بطولة بالإضافة إلى 21 كأس و14 كأس سوبر وكان يوسف العربي البالغ من العمس 27 عاما اللاعب لنادي أولمبياكوس اليوناني لخمسة مواسم خاد فيها 244 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 94 هدفا كشف والد اللاعب المغربي زكرياء الوحدي عن رغبة نجله في الاندمام إلى صفوف نهدي بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وفي تصريحات خاصة للمصادر البرتغالية قال والد اللاعب المغربي زكرياء الوحدي نحن نحب فريق بنفيكا البرتغالي بكثير زكرياء يريد اللاعب هناك ويشرفنا اهتمام ندي بنفيكا والمفاوضات لازالت جارية بين الطرفين هذا التصريح من ورد اللاعب الشاب زكرياء الوحدي جاء ليؤكد رغبة الدولية المغربية الشاب في خوض تجربة جديدة مع عملاق الدورية البرتغالي الذي يسعى لتدعيم صفوفه بلاعبي دوي إمكانية عالية وخبرة كان زكرياء الوحدي قد انضم إلى صفوف نادي جينيت البلجيكي في شهر شتنبير الماضي وارتبط معه بعقد طويل الأمد يمتد حتى غاية صيف عام 2027 وخلال الموسم المنصر خد اللاعب 25 مبارات مع فريقه في جميع المسابقات بالإضافة إلى تألقه مع المنتخب الأولمبي في أولمبيا دي باريس حيث برزه بشكل قوي ولافت وكان من المساهمين في تحقيق الميدالية البرونزية مع كتيبة طارق السكتوي قبل ما نبدأ ما تنساش تشارك معنا في القناة تدفع الجل الجرس باش وصلك دائما أخبار المغربة